أيضا في إسرائيل دعا حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بزعامة بني جانس إلى حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو وحل كنيست تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل دعوة رد عليها حزب الليكود بالقول إن حل حكومة الوحدة يعد بمثابة مكافأة ليحيى السنوار واستسلام للضغوط الدولية وضرب قاضية لجهود تحرير المختطفين وتعد الخطوة إعلالا لانسحاب جانس من حكومة الحرب وسط خلافات مستمرة مع نتنياهو نضال كنعنا ينضم إلينا من القدس نضال من الواضح بأن نتنياهو متمسك بالسلطة على الرغم من كل مجرى بينه وبين جانس هل سيكون جانس كبش محرقة؟ بالفعل فضيلة يعني أولا هذا ما تظهره استطلاعات الرأي التي نشرتها القناة الثانية عشر الإسرائيلية للمرة الأولى نتنياهو يتقدم على جانس منذ اندلاع الحرب من حيث ملاءمته لرئاسة الحكومة الإسرائيلية وهذا هو رد الفعل الطبيعي لجانس على هذه الاستطلاعات التي تشير إلى تناقص قوة حزبه وإلى قوته هو شخصيا مقابل نتنياهو لكن على العموم هناك بعض النقاط بحاجة للتوضيح أولا هذا المقترح لحل الكنيسة أو نزع الثقة عن الحكومة الإسرائيلية لا يعني انهيار الحكومة الإسرائيلية أولا نتنياهو ما زال يحتفظ بأغلبية 64 عضو كنيستهم اقتلافه الحكومي الأساسي قبل أن ينضم جانس لهذه الحكومة ومن هنا ولهذا السبب تماما نتنياهو فعل كل شيء من أجل الحفاظ على هذا الاتلاف الحكومي منذ اندلاع الحرب ولغاية الآن بالنسبة له جانس غير مضمون والأيام تثبت صحة رأي نتنياهو ثانيا لن يتم التصويت على هذا المقترح قبل 45 يوما عادة هذا هو الوقت المطلوب لأي اقتراح لقانون واقتراح قانون حل الكنيسة هو كأي قانون آخر في إسرائيل وهناك أيضا العديد من مقترحات القانون لحل الكنيسة التي تقدمت بها أحزاب في المعارضة ولم تبحث لغاية الآن الحل الوحيد أو الإمكانية الوحيدة لإسقاط الحكومة الآن هو أن تكون أغلبية هو أن ينسحب بعض أعضاء الكنيسة من حزب الليكود ويؤيد المعارضة طالما هذا لم يحدث فإن حكومة نتنياهو مستمرة واقتراح قانون حل الكنيسة من بني جانس هو فقط استعراض عضلات من بني جانس في محاولة لكسب أو إعادة كسب من خسيره أثناء وجوده في حكومة نتنياهو قلنا منذ البداية أن جانس سيتم اعتباره شيئا فشيئا كجزء من هذه الحكومة وبالتالي سيتحمل المسئولية عن الحرب وسيدفع ثمن سياسي لهذا وهذا ما اكتشفه جانس